محور المقاومة والممانعة مصطلح روجت له إيران تكاد تباد باسمه شعوب المنطقة عن بكرة أبيها وهي تساق كل يوم إلى المذبحة تحت عنوان مقاراعة قوى الظلام والاستبدال خريطة هذا المحور وكأنها صدفة هي تحاكي حدود تلك الامبراطورية الفارسية التي يحلم بعادة أمجادها نظام الحكم في طهران رغم استحالته وفقا لمعهد ستراتفورد الأمريكي للدراسات الأمنية ومع هذا فإن الرئيس الإيراني روحاني يؤكد أن نفوذ بلاده يمتد من الهند شرقا حتى البحر المتوسط غربا له فيها أتباع ومريدون أو فيها لا يخونون ووفقا للمكان والزمان فإن هؤلاء يتحركون ويتلونون وفق ما تقتضيه الحاجة الإيرانية ومنهم مقتض الصدر صاحب المبادر الأولى في صناعة الميليشيات بعد احتلال عراق عام 2003 والذي أسس ميليشي جيش المهدي في العراق متعهدا بخطابات نارية بمقاتلة قوات الغزول أمريكية لكنه بعد جولتين أو ثلاث فتح مزادا علنيا لبيع اسلحته لقوات الاحتلال قبل أن يوجه المتبقي منها إلى صدور ورؤوس السنة في بغداد والمحافظات الأخرى حيث تحولت تلك الميليشيات إلى فرق قتل طائفية أوغلت بدماء عشرات آلاف الأبرياء فضلا عن استخدامه كأداة ابتزاز ضد شركائه في العملية السياسية ليجمد ميليشي جيش المهدي قبل أن يعيده تحت مسمى سرية السلام التي سارت على نفس خطى ميليشي جيش المهدي ثم يعود اليوم ليطلق دعوة جديدة لتشكيل ما سماها أفواج المقاومة الدولية داعيا كل الفصائل المسلحة في الداخل والخارج للاجتماع وإعلان الولاء والبراء كما طالب من مقره في إيران بحل الجيش والشرطة وإلحاقهم بأمرة الميليشيات الطائفية وبتكليف لا يخلو من الوعيد لكل من يتخلف أكرم الكعبي زعيم ميليشيا النجباء وشبل الزيدي زعيم ميليشيا كتائب الإمام علي كان أول مؤيدين لدعوة مقتضى الصدر والملتحقين بالميليشيات الجديدة الميليشيا الجديدة التي دعا لها مقتضى الصدر والتي وصفت بالدولية حددت لها مهمة القيام بما يوصف بالعمليات الاستشهادية ضد المصالح الأمريكية وهو ما كانت تعتبره هذه الميليشيات عمليات إرهابية وكانت جزءا من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لمحاربة هذا النهج ومحاربة التنظيمات التي كانت تعتمده